أما بالنسبة للأتريال فبريلاشن فهو هام جدا بالممارسة العملية وتقدم تشوفه كل يوم أهم معلومة فيه انه غير منتظم يعني مسافات الر غير منتظمة هون أطول هون أقصر أقصر أطول أوكي غير منتظم سرعة ضربات الأذينات اللي بتمثلة بي سيكون خط المكبي واضحة ستلاقي خط متعرج كيوارس سرعة ضربات الأذينات بتوصل لك 500 بتوصل لك 500 انت عندك بالفبريلاشن مثل الفايف تقريبا 500 وسطيا الفلتر اللي هي الرفرفة من المنشار 32 سن 320 بسرعة فوق بطيني نحن دوما شو بيقولوا فوق 18 فوق 18 هيا في حال ازداجتك السرعات كخيارات فوق 18 بحوالي 180 طيب المركب ضيق مثل ما اتفقنا والمرأ والبي غير واضحة هام جدا رجفان أذيني في معلومات أخرى إذا بدك تربطة مع بعض مع الصمامات بالرجفان الأذيني إنه بالرجفان الكلبي خاف وبالتالي الكلب رح يختفي من يختفي عندك؟ موجة بي رح تختفي موجة أي الولدية كمان رح تختفي بالرجفان الأذيني على التخطيط لاحظ ممكن يكون سريع ممكن يكون بطيئ طيب سؤال نحن السرعة اتفقنا نحسب المربعات طيب إذا أنا مقالك غير منتظم يعني هل ستحسبي المربعات بين هالر وار ولا هالر وار الجواب ما رح يمك انتهى في هذا الفحص بس لحتى يعني ارضي فضولك بل ورقة التخطيط رح تلاقي الورقة مخطط كل ثانية مخطط فلنحن نحسب خلال ست ثواني كم مركب كيو آر اس فيه ونضربه بعشرة في بيعطيك عندي الضربات بالدقيقة يعني فيه إلى خطة غير الخطة المعهولة وحساب المربعات بس بشان تحط في بالك أسباب الرجفان الأذيني بصراحة كثيرة أي شيء ممكن إيدي الأعضلة القلبية سيقوم بعمل الرجفان الأذيني ليس شيء الهام يعني بالنسبة للرجفان الأذيني النقطة الهامة نحن نعرف انه لما بيكون فيه رجفان الأذيني يعني الأذين عم يرجف ما هم يتقلص الدم اللي فيه رح يتراكم ويركد ورقودة الدم بتعمل خطرات هالخطرات ممكن تعمل لي مشاكل طيب ترى كل منذ الرجفان الأذيني انا اعطيهم مياعات ما هو المعيار اللي ستعطي المياعات الفرق بينك أنت كطالب والممارسة السريرية انه يتبقى على الممارسة تعرف انه رجفان الأذيني سبب خطرات لكن بالممارسة السريرية قيمة لازم اعطيهم مياعات اللي بجاوب عن هك اسئلة يوجد معايير سريرية هاي بالممارسة ستعرفون ما توجع رأسك ولا تخاف اللي حيانا اللي لاس بأعطيهم هلا المعيار هو S H A D شادس فاس ورا الأي ورا الأس بحط رقم 2 2 انا بقرها أحدثين من السرعة شا تو ديس تو هن شا تو وانا ديس تو اوكي شا اثنين دي اس اثنين خدنين شو عنا عرف شو عمي شو عمي عبرو هلا أحرف C قصور قلب H hypertension في حال اذا اجدك مسألة سريرية لازم تعرف تطبق هالمعيار أي العمر فوق 75 ياخد نقطين السكر ياخد نقطة الاستروك الاحتشاء الدماغي ياخد اثنين الفاسكور اذا كان في مرض عند احتشاء قلبي ياخد واحد العمر بفئة أقل من 75 ياخد واحد والأنثى تاخد رقم واحد الفكرة اذا انا جاني مريض معتا التكنيك شو رح يستطيع بسرعة القرار كل شيء مريض يجاني مريض عنده خطاق اعملت له دخطيط اي سي جي شفت فيه رجفان اوذاني الخطوة اللي بعد اللي لازم تنتجي بذهني شهد سكور احسب شهد سكور احسب هذا المعيار فانا مجرد ما كتبت انا عم بكتب بأدبار المريض ما لديه رجفان اوذاني تلقائيا شهد سكور يساوي كذا تلقائيا اوكي هدول بيجي مع بعض رجفان اوذاني شهد سكور شهد سكور طيب انا حسبت المعيار فاذا كانت قيمته صفر خلاص ما فيداعي اعطي شي صفر صفر لا اعطي صفر اعطي صفر الواحد ممكن اعطي اسبرين ممكن اعطي احيانا مضادات تخذ ثرفة موية وهي المفضلة اوكي مثل رايفر اوكي سبعا مثلا اعتر من اثنين لازم اعطي مضادات تخذ ثرفة موية لكن فيه نقطة هامة جدا هامة جدا اذا كان مريضي عنده صمام صنعي او تضيق تاجي شديد سببني رجفان اوذيني هل فيداعي احسب الشرد سكور لا فورا مريض عنده صمام ميكانيكي وعتطمه مياه فورا صح مريض تضيق تاجي شديد وعنده رجفان اوذيني فورا ولا احسب شاد ولا شي فورا اعطي وارفارين فورا وارفارين لا يرايفر اوكي سبا ولا اي دواء اخر مريض صمام صنعي مريض تضيق صمام تاجي شديد فورا وارفارين فورا وارفارين اوكي هاي بحبوا يسألكون عليين بها المستوى ما رأي سألك اذا كانت واحد او اثنين لا 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 رأي سألك فورا اذا كان صمام صنعي او تضيق تاجي شديد شروع تعمل وارفارين حصرا حصرا وارفارين وليس مضادات تخذتور اقرأ طيب شفت بعض اتخذت عنكم لاحظ مثل هال التخطيط انا لما بيجي بقرأ رح لأي انه موجة P وبعده QRST صح؟ لما بيجي هون فلنفرض موجة P بعد QRST P بعد QRST بسلاحظ العلاقة بين P و QRS اكتر من مربع واحد اكتر من مربع واحد وبالتالي عندي تطاول PR تطاول PR فقط لاحظة بعد كل P في QRST بعد كل P في QRST بعد كل P في QRST وبالتالي عندي فقط تطاول PR من دون سقط QRST فقط تطاول PR وهو حصار درجة اولى والفكرة الاخرى انه انا عم شوف بعد كنت ضربة في ضربة كبيرة ماذا؟ ضربة كبيرة عريضة هذه عبارة عن خارجة انقباض بطينية Prematur Ventricular Complex كل شي بريت من البطين من البطون ضربة طبيعية خارجة ضربة طبيعية خارجة ضربة طبيعية خارجة ضربة طبيعية خارجة وبالتالي هذا النوضم اسمه Bi-Gimini Bi-Gimini يعني واحدة طبيعية واحدة خارجة طبيعية خارجة اوكي؟ هذه خوارج انقباض العريضة اشتركوا في القناة